قد أخبرتُ لك في أندة محمد قد أخف الم حياته أو بعد الغرفه قد أخبرها محمد أخبره كم يحف الم حياته ليس بعد الغرفه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أخذ الله و他們 أرغب من ودفع الله عز وجل و أشده لهم الرسول و الناس قد أخذ عنها ان يعني الله عز وجل يقول للسلم في حدة وقت المحمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا اتضحوا على نفسهم على مسؤولات الله عز وجل إذا كان لديهم أخطاءهم they came to you Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and they asked Allah forgiveness firstly and the messenger alayhi sallatu wasalam seeked forgiveness for them did Allah azawajal in this ayah say to them did they supplicate to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam no that they came to the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam to seek forgiveness from who? from Allah when he was alive alayhi sallatu wasalam then Allah azawajal he is clearly saying and waistaghafarullahum rasool لا وجدوا الله تواب رأيه الله عزلل هو الوحيد و الله عزلل هو مرسيح لذا هنا هذه آية تحت لك لا يوجد فيك هذه آية تقول للمسلمين في الوقت صلى الله عليه وسلم أن تأتي ونرى 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 لذلك هناك شيئا أسماء النزول ما هي أسماء النزول هذه آية ما هي ما هي الأشياء من خلفها وهي يعني الله تعلم على محاول وفي ذلك عندما يرغب أن يأتي إلى الروف صلى الله عليه وسلم ونرى لذلك هذا لذلك نستطيع أن نقول أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من يرغب محمد محمد موت من يرغب الله الله هو الوحيد الذي يرغب محاول لا يرغب لا يرغب لا يرغب جيد شكرا مجموعة